ارحب بكم من جديد الى عالم الطاقة ايام قليلة تفصل ايران عن اكبر كوابيسها وذلك مع بدء تطبيق الموجة ثانية من العقوبات الامريكية والتي تستهدف في هذه المرة قطاع الطاقة فكيف تستطيع ايران الالتفاف على هذه العقوبات نتابع في هذا التقرير للزميل محمد جلال مع مساهمة المنتجات البترولية باكثر من 60% من اجمالي الصادرات الايرانية فان محاولة الهروب من العقوبات الامريكية على قطاع الطاقة تشكل مسألة حياة او موت بالنسبة لطهران الولايات المتحدة امهلت الدول المستوردة للنفط الايراني حتى الرابع من نوفمبر المقبل لترتيب اوضاعهم قبيل تطبيق الموجة الثانية من العقوبات والتي تستهدف قطاع الطاقة بشكل اساسي عقوبات يرى محللون انها ستقلص صادرات النفط الايراني بمقدار النصف في حين تسعى واشنطن الى ان تصل بهذه الصادرات الى مستويات الصفر ايران واستخدامها لاساليب متعددة تلتف بها على العقوبات الدولية قد تجعل هدف واشنطن صعب المنال فايران لا تفصح عن وجهة شحنات النفط منذ العام 2012 وذلك من خلال ايقاف اجهزة التتبع الملاحي لناقلات النفط والسفن الامر الذي يحجب المعلومات عن حجم الحمولة ووجهتها وبالتالي صعوبة تتبع الصادرات النفطية لا يقتصر الامر على ذلك فحسب بل اتجه الطهران لبيع النفط في برصة الطاقة الى شركات خاصة بغرض التصدير حيث لم يكن بوسع شركات تكرير النفط الخاصة في وقت سابق شراء النفط الخام الا من اجل تصدير المنتجات النفطية فقط وبحسب رويترز فان ايران تستهدف ارسال شحنات من النفط الى اكبر المستوردين مثل الصين والهند بغرض التخزين وليس بغرض الاستهلاك مما يجعل من الصعب قياس كمية النفط التي تصل الى الاسواق ورغم هذه الاستراتيجية فان بنك كونلون الصيني المسؤول عن التعاملات النفطية الايرانية ابلغ عملاءه بانه سيوقف التعامل معهم مع بدء تطبيق العقوبات الامريكية ليضاف ذلك الى جملة الضغوط التي تتعرض لها ايران من جراء العقوبات وينضم الينا في هذا المحور ضيفنا من الرياض مستشار شؤون الطاقة وتسويق النفط ومدير دراسات الطاقة في منظمة اوبيك سابقا دكتور فيصل ميرزا اهلا بك معنا دكتور ميرزا ما هو الفرق بين العقوبات التي فرضت عام 2012 وتلك التي تفرض هذا العام مرحبا بك يا المشاهدين هناك فرق كبير جدا ايران في عقوبات عام 2012 استطاعت ان تصدر بعض النفط الى ايران الى الصين والى الهند وهما اكبر مستوردين النفط الايراني بتقريبا مليون ومئتين الف برميل العقوبات هذه كما نصت العقوبات الامريكية سوف تأخذ وتهبط بمستويات صادرات النفط الايراني الى الصفر رأينا كيف كانت صادرات الايران قبل تقريبا شهرين اثنين مليون ومئتين الف برميل الان وحتى قبل بدء العقوبات هبطت صادرات ايران من النفط الى مليون ونصف برميل يوميا وهذا يؤكد جدية هذه العقوبات واختلافها كليا عن العقوبات السابقة جميع عملاء النفط الايراني بدأوا من قبل من شهر ميه من فور اعلان العقوبات بالبحث عن بدائل للنفط الايراني ونجحوا تقريبا الان عندنا الصين الصين تحاول ان تساوم مع التريد ديسبيوت اللي هو النزاع التجاري مع امريكا وبحكم النصين هي اكبر مستورد للنفط الصاخر الامريك كيف برأيك كما تفضلت هناك ربما دول معينة تحاول ايضا ان تخافض على حصص معينة تستوردها من ايران كيف سيتعامل العملاء مع بدء سرياني العقوبات مطلع الاسبوع القادم وهل برأيك فعلا تلجأ ايران الى بيع نفطها بسعر منخفض للاستفاف على العقوبات تسعى الى البيع من خلال القطاع الخاص وبعض الافراد طبعا 60% من صادرات النفط الايراني تذهب الى الصين الهند وهما اكبر مستوردي للنفط في اسيا واليابان وكوريا الجنوبية اليابان وكوريا الجنوبية اعلنوا من قبل شهرين انهما لن يستورد النفط الايراني بقيت الهند الهند كان هناك فيه كثير من المفاوضات مع امريكا انها لن تستطيع ان تخرج من النظام المالي العالمي وبالتالي الهند اعلنت بكل شفافي انها لن تستورد النفط الايراني بقي الصين والصين ستحاول ان تكمل ما فعلته في عام 2012 عام 2012 استطاعت ايران ان تصدر النفط عن طريق عدة طرق كما تفضلتي اول شيء اللي هو تخفيض اسعار النفط وبيعها بتعاقدات جدا سهلة للمستوردين من خلال بنوك تجارية صغيرة جدا تعمل خارج النظام المالي العالمي وهذا سؤال مهم جدا هل تستطيع ايران ان تخرج خارج هذا النظام العالمي الان في هذه العقوبات الاشد صرامة الطريقة الثانية وهي المقايضات ايران كما تعلمين هي تستهلك الكثير من الغاز وتحتاج الغاز في الاستهلاك المحلي للتدفئة وتحتاجه ايضا لحقن اضار النفط لتعظيم الانتاج من حقولها المهترئة القديمة كما تعلمين ايران لم يحدث عليها اي تطويرات في البنية التحتية من منتصف السبعينات هذه المقايضات مع الدول المطلة على بحر قزوين والتي تستفيد من النفط الايراني وتعطي ايران الغاز هذه المقايضات لا نعلم الان اذا كانت ستشملها هذه العقوبات ام لا الطريقة الثالثة والاخيرة وهي تصدير النفط طبعا بالناقلات الايرانية والتي بدأت في الاستفاف امام جزيرة خارج الايرانية للتعبئة كما فعلوا في عام 2012 كل ناقلات النفط الايرانية بدأت تجمع النفط الايراني وتم تراكم النفط الخام ايضا في منطقة التخزين كذلك منطقة التخزين العائمة بالبحر شهدت تراكم لهذا النفط الخام استاذ فيصل هل برأيك ايضا سيتم شمل كل المكثفات الايرانية بهذه العقوبات؟ لان حتى يعني نوع من النفط الخفيف جدا كان موجود بالحاملات يعني بالناقلات نقطة جدا مهمة ايران تصدر المكثفات اللي يسموها الكوندنسيت الكوندنسيت هو عبارة عن النفط المصاحب للغاز وهو ينتج من حقول الغاز فلكي تنتج الغاز يعني يستخرج ايضا نفط المصاحب للغاز والكوندنسيت او المكثفات هي بالضبط مقاربة جدا لمواصفات النفط الصخر الامريكي فالآن امريكا يعني تفرض العقوبات على ايران وفي الجال مقابلة امريكا تستطيع ايضا ان تعوض هذه المكثفات المكثفات ايضا تنتج في دول الخليج العربي ولكن الى الان لا نعلم اذا كانت المكثفات سوف تكون ضمن هذه العقوبات ام لا في عقوبات اوباما عام 2012 لم تدخل هذه المكثفات ضمن العقوبات ولكن هذه السنة الكثير ينتظر اذا كان ستدخل ام لا طبعا امريكا عندها تحفظ على موضوع الغاز لا تريد ان تؤثر هذه العقوبات على الغاز لانها ستؤثر على حياة الناس في ايران من ناحية الوزود التدفية ومن ناحية الحياة المعيشية شكرا دكتور فيصل ميرزا مستشار شؤون الطاقة وتسويق النفط ومدير دراسات الطاقة في منظمة توفك سابقا كنت معنا من الرياض